أنا يمكن قبل ما أقولك أنت حابة بقوله لأنصار معي اختبار وكثير من من الجروب طبعنا الفاميلي بيعرفوه بس بدي أقول إنه كثير شي حلو بيشوفه الراب حلو إنه وقتا غير إنه المال مرات ما بتعرف إذا أخذلك من حياتك أو لا عن جد مرات فيه أمور كيف تجويس اكتشفت الكتب في فترة بتكون ماشي بكل طيبة ومانا منتبها إنه الكتب هل قد بس كتير مهم بموضوع المال بس نحكي عنه والاختبار الحقيقي الراب يعرف قلبنا العطاء أوكي يعني جويس ما بعرف إذا مسكت إشياء من الكتب ما بعرف القصة وعطيت العطاء هو من أول خطوات الإنكسار ونفرج إنه يا راب مش المال أهم شي عنا والعطاء مش من الفضلة تبعنا يعني رح عاطي أمتال حقيقة مش بس عنا أكيد كلكم عاطين بس وقتا بيكون في أمستان بالغزانة جديد والراب هلقدي ممكن بيقوله كيف تسمع صوت الراب في شي بحرك القلب ضغري ما بدي قعد فلسفة نزل الصوت وحسات فيه بيقولك عندك كتير هيدة جديدة واحدة منهم بدك تعطيها مرات بيقولك اثنان بس خليني يبلش بالوحدة بدك تعطيها هل قادرين بكثرة المال والبركات اللي عطينا ياهو الراب نمسك واحدة جديدة ونعطيها هون بلشت لحقول اختبار صغير لأنه كتير كتير كان مهم بحياتي وشكل هبلي حياتي تجاد عم بهز رازو وما بعرف كتير باركنا لقلب اوكي هو عن البيت مظبوط مرأت بكبوس بكبوس كبوس يقسني صار عن جد عدم يجعني على التعب النفس اللي مرأت فيه هو شتيت بيت ماني عارف قدي موضوع البيت بيعمل لي كيف واحد بس يجيب سيارة ويسوقها بسرعة بيطلع أدرينالين بجسمه كان البيت كل ما فوت ويركب شباك عندي قعد ست ساعة عم تفرج على شباك ويمكن كتنا عم شوف البيت أحلى من أكبر قصر بلبنان ومع مزيدة شي بس تجي من عائلة مانة غنية عم نحكي غنية مانة فقيرة بس عادة متوسطة بس تعملي وتحقق بيت عم بحكي أنا كشب وبتخيل ست عم بلاحظ الشباب كتير هيدا الشي لقلون شي حلو أكتر من البنات غريب لأنه بقى اللي صار بلا ما عم بحس هون عم بقول عن جد كنت صادق صار صار شهر عن شهر كل شي عم يأخد براسي بغض النظر دايما منقول إنه كل يوم كت عم صلي بحب الرب هالأدو بيعشق وبالعكس عم بقل له واو واو I love you بس كان البيت عم يأخد بارت من قلبي وشي منه عادة يعني ما بتصدقه عن جد أنا مني حاسس هيك إحساس فيت على شخص كل ما حط ربع بلاطة على الأرض اتأثر عم فوتكم بالجوتة أقول لكم أداء عم بصير وأنا مني منتبه وبيجي نهار وبيصير عندي برابلم بالبيت ما بق فيي كامله بارت من الجيران وقفوني بس صارت بيج برابلم على ثمانة شهر صارت انزل على البلدية نهرت غلطت بشي بس صارت الغلطة كتير كبيرة صار كئابة وكئابة تكبر 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 وصارت ماريان عم بتشارك معي الموضوع الزعلاني بس زعلها عشرة بالمية بالنسبة لزعلها اللي هو وصل بالآخر تبهوا هون أنا مني منتبه هلأ عم حلل كل قصة إنه أنا ثمانين بالمية أو تسعين بالمية صرت أقض عركابي وقبكي بالكنيسة وروع على البيت وصلي دخيلك رجع لي فرحي رجع لي فرحي دخيلك حررني من المشاكل اللي قصت هالبيت آخر شي كأن ما بقبديه بس حررني إنه أنا حزين أنا حزين وما أفهم ليه أنا حزين أنا حزين أنا حزين بيجي نهار من بعد الصلوات الشخص الآخر في يكونوا أصحاب بالكنيسة مثل كيف أنتوا رفقة أو شركة بالحياة الجسد الثاني منكون قاعدين أنا وماريان هيك إلا أنه ما عم بلحق نهار تعزيني كلمة الراب يعني أقرأ شي بالكتاب المقدس إفرحتيني نهار أنطفة روح رنم بدموع صلي بإنكسار ارتاح نهار أرجع أنطفة بتطلع فيي ماريان وهيكا الرب يحكي من خلال كل هيدا هو الجسد بتقلي بدي إلاك أنه أنت كلمة واحدة بالإنجليزة أنت مشلول ما فهمت بالأول بس لفتتنا كتير أنه شو قصدك أنه بكلمة أنت مشلول قلت لي رح قلك شي إذا اليوم البيت تابعنا بيروح ما بقفنا نفوت عليه لأن هالقد القصة كانت جدية بصراحة بيروح لو تفعت كل مصرياتك وهيك بس البيت ما رح تفوت عليه بحياتك قلت لي أنا فرحانة بالرب أوفر وبيجوزة وبحياتنا رح نكمل بزعى لنهارين ثلاثة بس منه مؤثر فيي بس أنت مشلول أنت ما بقى في شي بيأثر فيك غير البيت أوف هي هلقد شي هلقد شي بسيط يمكن هلأ عم بحكي فلسفة بس أنا بتعرفوا كيف الجنزير الكبير الكبير عم يفتل حولي نقاص فلت نزلوا 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 ضغرة موعي متل التحرير ليكوا أنا وعم بحكي حتى بيوقفوا لأنه لأن يا رب عن جد سمعت صراخي بس لقطني من وين عندي هالمشكلة وأنا بيعرفوا كل الناس ويمكن جايت بيشهدوا وكتير أشخاص المال المال بيعني لي عادة بس ما بيعني لي شي بالحياة بس إجا البيت متل الفيروس صغيرة وصار لألي آيدل هو البعبد وبلا ما انتبه لو أنا حابب الرب كيف قلت عن التياب أنا كمان بحب التياب بس ما يعني ما وصل موضوع على التياب هالقدة يخليني يكون وبقلكم إنه كان بدموع قاعد على ركابي وبتذكر جويس عرفت معركتي وصلت لي وصار في تحرير كامل وزبط رجع البيت بس بتذكر إنه نهارتها كنت على ركابي عم بقل له تانكيو يا رب قصات الجنزير تقع عرف وين المشكلة القطى مرات عم بتصرخي عن بلتي ما عم بعرف وين المشكلة ويا رب بدموع عم بقوله هيدا مثل ما إبراهيم قدم ابنه هيدا كأن ابني عم بقدم لك البيت احترق طار مراح عارف خفية قلبي الرب يعني ما فيك تصلي للرب هيك وبدموعه ما يعرف خفية قلبي عارف خفية قلبي وبقلكم بس قدمته زبيحة تذكرت فرح الرب هو قوتنا طلبته بهيدا الآية أنا بدي أفرح بشخصك بحياتي وبيدي أفرح بكلمتك اللي بتحررني وبعدين بيجوا كل شيء والرب حررني فرجاني أعطيني البيت حتى بتذكر أنا وعم ببكي آخر كلمة رح قولها قلتله لأنه كتير بايلة إليه كتير بايلة واضحة الصورة قلتله هاي اللعبة لأحلى شيء بيقودته أعطيتني إياها اللي هي البيت بدك تخدها بدك تكسرها خدها كسرها بتأي لوفيو وهيدا اللي صار وبيقلكم أنه رجع البيت ودايما بتأثر مر رجعله لإبراهيم الصبي بس كان عم يمتحن إيمانه لوين بدك تصال نهار أنه شو بعد بدك تترك لإليه ما رح نوقف بحياتنا كلنا أنه يصال نهار قد ما بيحبنا يقول بدي أعمل هيدا امتحان لإليه امتحان هيدا مش من الشيطان هيدا امتحان بدك تكبر معي قد ما أنا بفتخر فيك يا ابني أو يا بنتي أنا بدي مرقلك امتحان لأنه تخليك هاي كلمة من مجد إلى مجد تخليك تعلي من مجد إلى مجد تخليك كون أنا حدك يا جوزيف وأنا بس أحكي كون عم بحكي من اختبار حقيقي مش من الفلسف أنا بدي أمرق باختبارتها أرجع خبرك اختبارتها أرجع تعالى تعرف أنت وقت قلت لي القصة قلت لي هي قالت لك شي معين قالت لك أنت هلأ البيت ما راح بس أنت هلأ ميت مش أنه راح البيت وبعدين متت لأنه وزعلته هيدا لا أنت أرادي ميت أنت مش ناطر البيت لا يروح لها تكون ميت ميت وهايدا هون هيدا كثير علاقة براسة وهيدا هون متما أنت عم تقولي أنه هو شو المال لألنا هل هو الهدف أو الوسيلة وهون البيت كان الهدف الهدف مش البيت يعني أنا أنا بكل الوقت يلي نحن سراون هودز وهيدا ريكو دايما الحكي طبعك الهيدا أنه لا يكون في بيت لا يكون في محلة نقعد سوى لنرنم سوى لننبسط فبعتت بهذه المرحلة البيت ما كان هدفه هيك بقى كان البيت هدفه شي تاني لا أنت تنبسط فيه بركة لا ما بعرف شو هو الهدف شي 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 عم يلمع الماضحة أنا بتطلع فيها أحلى شي بالحياة عقدة نفسية ما كتقدر جيب بيت وبقال لكم الشغلة واللي بتصدم رح إنها يمكن فيها بس تخلصوا تنطلع بريك لا أكتر من هيك بقال لكم وبستحي قولها ومكسور بس رح قولها بس تقول بس قدمنا البيت مش رجع بيت إجا بيت تاني صغير ما كنا طالبينه تنعيش بي بيروت لأنه البيت بالجبل لا مش سامكة بيعطينا الراب هادي انت كتعم تقول إنه اللي ما تجوز أنا بفهم شو بيمرو الإنسان اللي بس يباليش يحب بنت شو عنده يعمل أنا بقولها للكل مش رح يجي بيت رح يجي ألوف بس هل كنزك بالبيت ومركز عليه وعم تصلي للبيت أو مركز عليه وعم تمشي على صفح الماي وعم تغرق نطلع بريك نطلع بريك نطلع بريك شكرا